موسيقى يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الاهلي براحب بيكو في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا طبعا النادي الاهلي هيبدأ خلاص بكرة بإذن الله استعداده لمواجهة هرايا كوناكري الغيني في مباراة العودة لدره بعد نهاية الدوري أبطال أفريقيا الجهاز الفني بيقابل أكيد طبعا مشاكل كتير جدا منها طبعا الإصابات اللي ضربت لعبة النادي الاهلي وخصوصا طبعا خط الدفاع وزي ما شفنا في مباراة الذهاب سعد سمير اتعرض للإصابة وخرج من المباراة ونزل مكان ومحمد نجيب ولكن جاء على نفسه وكمل اللقاء نجيب أكيد هيغيب عن لقاء العودة زي ما طبعا هنعرف معيك وخلال أخبارنا النهاردة بحلقتنا وكارتيرون أكيد هيكون عنده حلول للتغلب طبعا على الغيابات الكتير جدا اللي ضربت الفريق وعنده كمان أكيد البداية اللي ممكن يستعين بها في المباراة إن شاء الله نادي الاهلي يكون جاهز بإذن الله كل قوته للمباراة دي وكمان يكون معنا في المباراة لعب مهم جدا ودايما بنقول عليه إنه هو اللاعب الأهم اللاعب رقم واحد وهو جمهور النادي الأهلي العظيم اللي إن شاء الله هيكون داعم قوي جدا للفريق وسند ليه قوي طبعا في الاستمرار في البطولة الأفريقية وتحقيق اللقب التاسع بإذن الله هنناقش الكلام ده وكلام تاني كتير جدا خلال حلقاتنا النهاردة ودفنا إن شاء الله النهاردة هيكون الأستاذ عصام شلطوت الناقد الرياضي الكبير وبالتأكيد هستنى مشاركتكم على صفحتنا على الفيسبوك تويتر وإنستغرام اشتركوا في القناة والبداية كالعيدة بأهم العنوين الخطيب يرهن على عومية تاريخية في 28 سبتمبر لاعتماد لإحاة الأهلي كارتروني تسلح بالجماهير أمام هورايا ويعالج أخطاء اللمسة الأخيرة كارتروني يلجأ لمحمد هاني وأيمن أشرف للتعويض غياب ناجيب وسامير الأهلي يطرح تذاكر مباراة هورايا غدا محمد ثاني سباح الأهلي يحقق 11 مدالية ذهبية في بطولة إفرقيا لافر بيرليا استمر على قدمة البريمير ليج واستمرار صيام صلاحا التهديد دايماً بتكون بداية حلقتنا مع أهم الأخبار التي تقالت عن النادي الأهلي في الجرائد الأخبار الخطيب يراهن على وعي الجمعية العمومية مجلس الخطيب يقود أكبر عملية ديمقراطية عائلة الأهلي تجتمع يوم 28 سبتمبر لتتويج جهود الجمعية العمومية الشروق الخطيب يدعو أعضاء الأهلي للحضور المكتف للتصويت على اللائحة الجديدة رئيس النادي حالة الحراك في الفروع الثلاثة تدعو للتفاؤل هدفنا تعظيم دور الجمعية العمومية ومجلس الإدارة أقر التعديلات التي تخدم أصلحة النادي الوطن المجلس يجد الدعوة لإعتماد دستور الأهلي والخطيب سنحقق رقم قياس جديد الأهرام الأهلي يطرح تذاكر مباراة هورايا غدا وأزمة دفاعية بسبب سعد ونجيب وتجهيز فتحي الأخبار المسائي الأهلي يعلن حالة الطوارئ كارتيرون يتسلح بالجماهير أمام هورايا ويعالج أخطاء اللمسة الأخيرة أخبار الرياضة كارتيرون يحذر من النتيجة الخادعة المسا قبل مباراة الإياب مع الحرية الغيني تغيير الطراري في دفاع الأهلي كارتيرون يلجأ لمحمد هاني وأيمن أصرف للتعويض غياب نجيب وسامير الدستور كارتيرون يجهز نجيب ويطمئن على وليد قبل موقعته هورايا ست أخبار الرياضة العمري فاروق أثق في تأهل الأبطال والفوز باللقب الوطن الدراويش يواجه الأهلي في الإسماعالية بدون جماهير سريعا كده هنروح معيكوا لأهم تفاصيل الأخبار اللي تقلت عن النادي الأهلي من خلال الجرائد وهنبتدي مع الأخبار الأخبار قالت أن جدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب الدعوة لأعضاء النادي بضرورة الحضور المكتف في موعد نعقاد الجمعية الأمومية غير العادية والمحدد لها إن شاء الله يوم 28 سبتمبر الجري عشان التصويت على مشروع ليحة النظام الأساسي للنادي الأهلي أكد طبعا على ثقة الكاملة في وعي أعضاء النادي الأهلي لاجتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية واللي بيحتاج طبعا لـ 12500 عضو عشان يتم اعتماد ليحة النادي الأهلي كمان في أخبار رياضة قالت أن مجلس إدارة النادي الأهلي بقناة كابتن محمود الخطيب بيقود أكبر عملية ديمقراطية وقالت كمان أن عيلة النادي الأهلي متمثلة في أعضاء النادي الأهلي هتجتمع يوم 28 سبتمبر الجاري في الجمعية العمومية عشان يتوجه جهود مجلس إدارة النادي الأهلي والجمعية العمومية بالتصويت على ليحة النادي الأهلي كمان البطن قال أن صاروة سويلم المدير التنفيذي لاتحاد كورة القدم قال أن مباراة النادي الأهلي والإسماعيني في الجولة 18 في بطولة الدوري المصري الممتاز هتقام على ملعب استاد الإسماعيلية وقال كمان أن اتحاد الكورة اتفق مع الجهات الأمنية على إقامة المباراة في الإسماعيلية ولكن بدون حضور جماهيري وكانت طبعا مباراة الدور الأول وقيمة على ملعب السلام في القاهرة انتهت بالتعادل واحد وحد ده بقى كان أهم الكلام اللي تنشر في الجرائد عن النادي الأهلي نروح دلوقتي نشوف مواقع الإنترنت قالت يعني ندي الأهلي الموقع الرسمي للنادي الأهلي خالد مرتاجي الأهلي أول من طالب بتعديل قانون الرياضة والرهان على الجمعية العمومية لن يخسر الموقع الرسمي للنادي الأهلي الشناوي هتاف جماهير هوريا أسعدني وسوق أرضية الملعب وراء التعادل يلا كورة طبيب الأهلي نجيب يغيب عن مواجهة هوريا بدور الأبطال الأهرام سبورت هوريا الغيني يحدد موعد وصوله للقاهرة اليوم السابع محمد يوسف يكتمع بصالح جمعة في الأهلي الموقع الرسمي للنادي الأهلي بيرستيف يصل القاهرة للانضمام لطائرة الأهلي بوابة أخبار اليوم الجمالي وشارك تدريجياً في تدريبات السلاء نروح لتفاصيل الأخبار اللي اتنشرت عن النادي الأهلي على مواقع الانترنت وهنبتديها مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي قال إن المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي قال إن هو واطم جداً من حضور الجامعية العمومية غير العادية يوم 28 سبتمبر الجيري عشان يعتمدوا مشروع ليحة النادي الأهلي وضح طبعاً إن عمومية النادي الأهلي دايماً بتكسب الرهون لما بيطالب منها إن هي تنزل وتشارك في القضايا الهمة زي طبعاً قضية مشروع الليحة وكمان ده اللي حصل في الانتخابات اللي فاتت الموقع الرسمي برضو للنادي الأهلي قال إن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي صرح إن الفريق واجه صعوبة كبيرة جداً في مبارات هوريا كوناكري الغيني بسبب طبعاً سوق أرضية الملعب والأثارات بشكل كبير جداً على أداء النادي الأهلي وتسببت في الخروج بنتيجة التعادل وكمان قال إن المباراة القادمة إن شاء الله مباراة العودة اللي هتقام في القاهرة على أستاذ السلام هيكون لها حسابات تانية خالص وإن اللعيب عندهم رغبة قوية جداً اللي هما يحسبوا الصعود لدور نص النهائي في بطولة أفريقيا خصوصاً إن الفريق ماشي بخطوة بخطوة للفوز بالبطولة عشان يقدروا إن هما طبعاً يستعيدوا اللقب الغايب عن النادي الأهلي من 2013 كمان قال الشنوي إن هتفل جماهير هوريا خلال المباراة اللي أقيمت على ملعب 28 سبتمبر حاجة خلته سعيد جداً وده كمان اداله حافز كبير عشان يقدر يواصل مشواره مع النادي الأهلي والمنتخب الوطني كمان ياللقورة قالت إن أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي إن محمد نجيب مدافع النادي الأهلي هيغيب عن مواجهة هوريا كوناكري الغيني يوم السبت اللي جاي في إياب دور التمانية لدوري أبطال أفريقيا على ملعب السلام وده بسبب صبته بالجزعة في أربطة الركبة الأهرام سبورت كمان قال إن أكد سمير عدلي المدير الإداري لفريق النادي الأهلي إن مسؤولي النادي هوريا كوناكري أبلغوه إن بعتة الفريق هتتحرك من غينيا يوم 17 سبتمبر الجاري وهتوصل إن شاء الله يوم 18 من نفس الشعر عشان تواجه النادي الأهلي يوم 22 سبتمبر على ملعب السلام في مبارات العودة لدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا اليوم السبع كمان قال إن محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي والقائم بأعمال المدير الكرة عمل جلسة خاصة مع صالح جمعة لعب الفيصالي السعودي وبعد طبعا ما فسخ اللعب عقده مع النادي السعودي مؤخرا وهيستقر محمد يوسف وهيستفسر من صالح جمعة عن موقفه ومصيره خلال الفترة اللي جاية وكل اللي بيتعلق بالعروض اللي بيجهزها اللعب عشان يرحل في الفترة اللي جاية في حالة إنه هو ما تأيتش في قيمة النادي الأهلي في يناير المقبل كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال إن وصل الروسي السعر خيبرستيف للقاهرة الساعة مبكرة النهاردة يعني صبح عشان ينضم للفريق الأول لكورة القدم أو عفوا لكورة الطيرة رجال في النادي الأهلي في الموسم الجديد وحرص طبعا خالد أبو دينة المدير الإداري على استقباله في مطار القاهرة واستحبوا لمقر إقامته وبعد كده توجهوا للنادي الأهلي عشان يستكملوا إجراءات التعاقد نروح لبوابة أخبار اليوم اللي قالت إن شارك إبراهيم الجمال لاعب الفريق الأول لكورة السلة في النادي الأهلي بشكل تدريجي في تدريبات الفريق الجماعية بعد ما كان بيشتكي من خشونة في الرجبة خلال الأيام اللي فاتت أدى لاعب تدريبات علاجية وبدأ إن هو يشارك في التدريبات بشكل خفيف لحد ما يقدر يتعافى تماما من الإصابة للسفر لتنزانيا عشان يشارك في تصفيات بطولة أفريقيا مشاهدين معنا دلوقتي مع فاصل سريع وبنرجع نكمل معيك بقيت فقاراتنا في كلام في الميديا خليكم معينا